مع إياد الدهماني والناس والاحتجاجات والرفض والمظاهرات اللي تصير عادة تصير نوع من هكال انتكاسة وإلى نوع من التراخي على خاطر الناس بيصير مينجموش كل يوم معناتها يظهروا إلى كل يوم يحتجوا ومعناتها الموبيليزاسيون أو التعب تضعف أو التغطية الإعلامية لليوم مع القنوات مع وسائل التكنولوجيا أصبحت بالدقيقة الناس تشوف وهذا يخلق حالة من التعود أنه الناس بعد الشوك متعليمات لولانين تولي تسمع الأخبار سقوط خمسة شهد سقوط عشرين شهد قصف في الحي الفلاني يصبح الخبر عادي والناس في نوعا ما خلينا نقوله تتأقلم وإلى تطبع مع الوضعية في حين أنه معناتها الخيار الصحيح هو أنه البشر والإنسان بشكل عام ما يلزمش يتطبع مع الأشياء الوحشية هذه هذيك عليش ساعة ساعة من المهم أنه نعمل بلان جلوبال باش واحد يتذكر حجم المأساة راهو القضية اليوم ما هيش هيك الأخبار اللي تسمعوا أنت كتطلع في الكرهبة وإلا كتراوح تحل تلفزة في الليل متاع أنه عدد من الشهداء ما هيش مجرد أرقام ما هيش مجرد أرقام ولكن اليوم باش نعتمد على الأرقام باش نفهموا اللي هي ما هيش مجرد أرقام رقم رولاني واحدة وعشرين ألف شهيد في غزة في ثمانين يوم راهو هذيه رقم يمكن الناس معناتهم لا تظهروا لهيش مهم راهو رقم فضيع جدا في قطعة أرض متاع بضعة مئات من الكيلومترات المربعة أنه فما واحدة وعشرين ألف شهيد سمحني إيد كل عشرة دقائق فما الطفل يموت كل عشرة دقائق فما الطفل يموت عدد الشهداء بالأطفال بالكهول بالنساء بالعجاز أكثر بهكا معناتهم للأسف معناتهم لحاجة تدمي القلب أنه في فقرة متاع خمسة دقائق وقتنا نكملوا الخمسة دقائق متاعنا يكون فما عدد كبير من الشهداء اللي سقتوا في غزة الله يرحمهم خمسة وخمسين ألف الجريح رقم مهول زداء ما يلزمش ننساوه وإلا نطبعوا معه ثلاثة مية وحداش إطار طبي استشادوا ثلاثة مية وحداش إطار طبي استشادوا مية واثنين سيارة إسعاف تم تدميرها رأوا في منطقة صغيرة كما غزة مية واثنين سيارة إسعاف سيناروا حاجة اللي يلزم ننتبهولها كيف كيف فما تم استهداف مية وواحدة وربعين مؤسسة صحية فما ثلاثة وعشرين مستشفى خرج عن الخدمة فما ثلاثة وخمسين مركز صحي معناتها ليكيفالون بتاع مستوظف ثلاثة وخمسين مركز صحي خرج عن الخدمة تم اعتقال ميات إطار طبي في ثمانين يوم هذوما نسبة الإشغال متاع الأسرة ثلاثة مية وخمسين بالمية شو معناتها نسبة الإشغال متاع الأسرة في المستشفى هي ثلاثة وخمسين بالمية معناتها رأوا المستشفى اللي فيه ميات سرير رأوا فيه ثلاثة وخمسين مريض تم إيواءهم دوك هذي شنو يعني يعني إنه رأوا فما مرضى اللي هما يرخضوا على الأرض فما مرضى يتم مدواتهم وشفناهم متصور شفنا الفيديو في معناتها لزيسكاليا وفي الدروج وفي الكلوار اللي اليوم في البشرية عام الفين وثلاثة وعشرين راهوا مسألة ما هوش ممكن إنه نطبعوا معها ولا نقبلوها ولا نستنسوا بها كأخبار متاع حادث سير يتعدى في الأخبار تسعمائة ألف طفل في مركز الإيواء تسعمائة ألف طفل ما يرخضوش في ديارهم معناتها رأوا هنا مش نخرج على الجانب السياسي ونحكيه على الجانب الإنساني أنا وحد ناس يلزم كل يوم من خمم إنه رأوا وقت لي واحد يمشي باش يرقد في الليل في الدفاة ويحلشوا فهج ويرقد رأوا سيانبيك يتذكر رأوا فما تسعمائة ألف طفل ما يباتوش في ديارهم وما يباتوش في مراكز رعاية وإلى لا لا يباتوا في مراكز إيواء للبرد للجوع للجفاف يعني من فقر الدم من الأمراض الجلدية من الأمراض التنفسية من الأمراض الهضمية فما حتى أمراض رأوا ظهرت يعني مؤخرا ما هيش حتى أمراض معروفة معناتها تسعمائة الطفل رأوا يعني بريسك بنشبعد على مليون طفل رأوا كل يوم يعنيوا في هذا كنا نحكيوا على غزة زي دا كيف كيف نيزم نعرفوا إنه فما خمسين ألف إمرأة حامل في مراكز الإيواء خمسين ألف إمرأة حامل اللي هما بلش ما بلش ماكلة بلش رعاية صحية كل يوم فما مئة وثمانين حالة ولادة بدون تغطي الطبي معناتها مئة وثمانين مرأة كل يوم تولد في غزة لطبيب لفرملية لقابلة لفرماسيان لحتى شيء دوك هذية ظهر لي يلزم يسترعي انتباهنا و ما ننساوش زي دا كيف كيف حجم الدمار اللي هو موجود اليوم في غزة يزم نعرفوا إنه الاحتلال ألقى ما يعادل 12 ألف طن من المتفجرات هنا المحلين العسكريين يقولوا إنه هذية سيلي كيفلان متاع القنبلة النووية اللي صارت في هيروشيما ألوركو هيروشيما هي 900 كم مربع غزة هي تقريبا في حدوث 300 كم مربع فقط هنا معناتها يلزم العالم يذكر إنه حجم الدمار هذية وحجم القصف هذية وحجم المتفجرات لم يتم إلقاؤه منذ حرب الفيتنام حرب الفيتنام اللي هي وفات عام 1975 من وقتها حجم الدمار هذية وما صار كان في غزة بيصور ما ننساوش إنه فما 2 مليون إنسان نركز 100 صر على كلمة إنسان فلسطيني اليوم تحت المطر شوفنا الصورة المرعبة متاع الطفل اللي هاجز الجثة متاع واحد من أقرباء وإلى أصدقائه وهو يمشي في الفيضانات والامطر اليوم الناس ما تلقاش وين ترقد ما تلقاش وين تدفن شهداء اليوم الجوع بشارجو نحكيه على مسألة المجاعة ولكن الصور متاع أهالي فلسطين معناتها واللي هم شادين الصف واللي على حتشي على بتيبال في البرد هذية اليوم هذية كل يلزم يخلينا كل يوم ما ننساوش إلي فما شعب إلي هو قاعد يتعذب قاعد يتم إباته وقاعد يعيش في مأساة شنوه بش نعمل مش بش نتوقف وعن الحياة ولكن زدها فما دي فارم هو أنه كيفاش نقول للعالم هذية أنه هذية مسألة غير مقبولة اليوم وسائل تواصل الاجتماعي تعطينا الفرصة راهوا اليوم أهم حاجة للقضية الفلسطينية والفلسطينيين هو يحسوا أنه فما أحرار في العالم رافضين اللي يصير لهم ويعبروا للعالم يقولوا راهوا هذية مسألة غير مقبولة وما يلزم هاش تتواصل هذية عليش راهوا كيتهابت ستاتيو كيتهابت ستوري كيتبرتاج فيديو راهي مسألة مهمة كيتدخل وسيلة إعلام سورته وسائل الإعلام الأجنبي كيفاش نجم يكون دور وسائل الإعلام خطر في النلمان كان يخذوا المواطن العادي يعني ذكرى نعرفوا أنه ذكرتو قسيرة أو فشة ينسى كأي مواطن يلزم باستمرار مش أنس سلاس معنا تعيين نقولوا تيك أول تيك نحكينا على غزة يخي شنو كل يوم مش نعود ونحكي نفس الحكاية لا رأوا اليوم معناتها هي مش مجرد أخبار هي فما حياة متع ناس يلزم الحد الأدنى من الإنسانية أنه نفكروا فيهم نفكروا في مصيرهم نفكروا اللي وقت يحنا نحتفلوا برأس العام ونتلموا كعائلة فما ناس معناتها في الجوع والبرد والمرض والقناة باللهق عليهم من الفوق والرصاص يحصر فيهم من كل جهة ما ننسوهمش من المهم أنه كتدخل للموقع إعلامي أجنبي تحط تعليق بيصير مش كالسبان والوحد تحط تعليق وفما معناتها دجا فما ينكمنونتي اللي حضروا في ديزارجومنتير بكل لغات العالم باش اللي يمشي يعلق يحط اللي هو يبلغ الصورة هذيك لأنه الاحتلال من جهة يراهن على أنه باو ناس تبرد صارق بلو كذلك السخطوطات في الفترة هذه من العام يدخطر معناها برشا يحتفلو يقولك تتنسى وفرصة ولكن في الجهة الأخرى ما ننسوش أنه أكثر حاجة مقلقة الاحتلال هي الإحصائيات الأخيرة اللي اعطات أنه 80% أو أكثر من 80% من المنشورات على الأنترنت في العالم هي منشورات مناصرة للقضية الفلسطينية هذك عليش صحيح سيبا فاسيل ولكن ما يلزمش ننسيهم خليوا عنا أنه كل يوم نقول شنو الكلمة ولا شنو البرتاج ولا شنو الحاجة اللي نجم نعملها باش نقول للعالم راني ضد الإبادة متاع الشعب الفلسطيني وهذا نادية يذكرني وباش نختم به بقصيدة معروفة هي للشعر الفلسطيني محمود درويس اللي يقول فكر بغيرك وأنت تعد فطورك فكر بغيرك لا تنسى قوت الحمام وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك لا تنسى من يطلبون السلام وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك لا تنسى شعب الخيام وأنت تنام وتحسي الكواكب فكر بغيرك ثمة من لم يجد حيزا للمنام وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام أنت قلت الفقرة اليوم بيعنوان حتى لا نطبع مع المأساة وحتى لا ننسى زادة يأتيك صحة إياد مع إياد نجمو تلقاها على تشانيل يوتيوب متاعنا موزاي كفام وعلى الباج متاعنا حلس بايح باي موزاي كفام